شن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوماً كاسحاً صباحاً اليوم في ساعة الصباح الأولى باتجاه منطقة الفو منطقة الفو ولله الحمد أصبحت محررة بالكامل كل هذه المناطق التي نتواجد فيها الآن نتواجد في المثلث مثلث مأرب القديم الخصيف منطقة الفو هنا أريد من زميل المصور بأن نتجه في الكاميرا باتجاه المناطق المحررة في هذه الأثناء أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تم تطهر كل هذه المناطق من قبلهم والآن سننتقل إلى أحد قادة معركة الفاو معنا هنا الفندم يحيى البحري الله الرحمن الرحيم بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتأييده ونصره تم التنسيق والتخطيط للمعركة من قبل الجيش الوطني المؤيد للشرعية ومع قوات التحالف ومع أبطال المقاومة فبدأت ساعة الصفر ساعة أربعمية بدأ التمشيط بالطيران والمدفعية إلى ساعة خمسمية ومن بعد ساعة خمسمية تم تقدم أبطال القوات المسلحة وأبطال المقاومة والأحمد الله ونشكر الله عز وجل على تأييده ونصره له الفضل والمنه من قبل ومن بعد فإلى الآن تم تطهير الفاو بالكامل وماري بالقديم وباتجاه مفرق السد والآن يتعتبر الخط آمن تلتطيره من جميع الميليشيات العفاشية والحوثية كما تشاهدون كما تشاهدون كما شاهدتم المعركة الآن مستمرة باتجاه مفرق السد والآن المقاومة الشعبية والجيش الوطني في هذا الاتجاه تماما هناك تدور معارك عنيفة وشيرسة وصبحت الطريق العام مؤمن تماما عبدالله أبو سعد قناة سهيل الفضائية نقول لك معرب ترجمة نانسي قنقر